رسمياً انضمت أوجيرو إلى العهد الجديد لتعرفة الاتصالات والإنترنت فبعد صدمة شركتين خلوي وفقدان ملايين الدولارات من رصيد اللبنانيين ودولرة الفواتير والخدمات في ألفا وتاتش بدأت أوجيرو احتساب الفواتير على التسعيرات الجديدة ولكن بللرت اللبنانية وخارج منصة صيرفة وتقلباتها علماً أن معدل الارتفاع بالأسعار بلغ ضعفين ونصف وهذه أبرز تعديلات الرسم والأكثر استهلاكاً بين اللبنانيين عبر تقنية دي أس أل استهلاك مفتوح سرعة 2 ميجا بايت كان 68 ألف ليرة لبنانية فأصبحت 175 ألف ليرة لبنانية ولكن تمت زيادة سرعتها إلى 6 ميجا بايت في الثانية استهلاك مفتوح بسرعة 4 ميجا بايت كان 98 ألف ليرة لبنانية فأصبحت 250 ألف ليرة لبنانية مع رفع سرعتها إلى 8 ميجا بايت استهلاك مفتوح والسرعة مفتوحة حسب قدرة الخط على التحمل أصبحت ب325 ألف ليرة لبنانية 100 جيجا بايت في الشهر بسرعة مفتوحة كانت ب45 ألف ليرة لبنانية وأصبحت ب90 ألف ليرة وهي من الأكثر استعمالاً وطلباً أما بالنسبة للتعريفة الجديدة تبعاً لنظام الفايبر أوبتيك والذي لا يزال خجولاً جداً في الكثير من المناطق اللبنانية فقد حددت التعريفة على الشكل التالي 300 جيجا في الشهر الواحد بسرعة 5 ميجا بايت كانت ب75 ألف ليرة لبنانية ورفعت إلى 250 ألف ليرة لبنانية 400 جيجا بايت في الشهر بسرعة 300 ميجا بايت كانت ب100 ألف ليرة لبنانية وأصبحت ب300 ألف ليرة لبنانية يفترض بالأسعار الجديدة أن تزيد من مداخل أوجيرو وتؤمن أرصيدة إضافية مربحة وبالتالي تحسين العمل والخدمة وتنفيذ التزام استكمال شبكة الفايبر أوبتيك بدلاً من الشبكة الحالية التي تشهد خدمة سيئة جداً في كثير من المناطق إضافة إلى اعتماد أوجيرو على المولدات الخاصة لتشغيل محطات الإنترنت إلا أن مصادر متابعة لملف أوجيرو ترسم علامات استفهام كبيرة في التعاطي مع هذا الملف في ظل عدم شفافية وغياب أي تصور لكيفية الاستفادة من عائدات الأسعار الجديدة مع العلم أن المزوت يستحوذ على الحصة الأكبر من زيادة الأسعار إضافة إلى الصيانة وقطاع الغيار يستبعد العارفون بقطاع الاتصالات وهيكلياته أي تحسن في الخدمة وذلك بفعل مشاكل جوهرية تضع قطاعاً بأكمله تحت رحمة المزوت والمولدات والأعطال إضافة إلى أزمة الموظفين والإضرابات والقطاع العام يضاف إليها شبكة نحاسية بطيئة جداً في مقابل تعطيل متعمد للفايبر أوبتيك في عدد من المناطق برغم من توزيع العلب في المباني في المقابل يضع المسؤولون اللوم على الإنترنت غير الشرعي والذي يؤمن خدمات أفضل للمواطنين إلا أن الدولة اللبنانية والقيمون على هذا القطاع وبعد أن اقتطعوا 94% من قيمة أرصد المواطنين في القطاع الخلوي وبحجة استمرار القطاع الذي حقق أرباحاً عالية جداً في السنوات الماضية مصرون على رفع الأسعار في ظل وعود واهية بتحسين الخدمة وذلك في بلد قد تتوقف كل محركاته الحياتية في أي لحظة ترجمة نانسي قنقر